اهلاً وسهلاً بمشاهدين الكرام بالبيداء بودكاست من منتجع فندق البلازا اليوم عن مسارات العقل ولفت انتباهي قبل أسبوع في دعاية دولة تدريبية في مصقط وعن مسارات العقل وأيضاً تفكير التحليلي وتفكير النقدي وتفكير يعني لا بد أن يكون للعقل مسارات فبالتالي اليوم أتمنى من المشاهدين أن نركز في هذه الحلقة وأن نعطي للمسارات العقل ونتعرف عليها بعمق وكيف أيضاً نغير مسارة حياتنا وأن نغير التحليل ربما النمطي الذي نعمل عدم الوضوح في الحياة إلى أن يكون هناك منهجية في الحياة ويسرنا اليوم أن نقابل الدكتور أحمد بن علي المعشني مدير النجاح ومركز النجاح أكاديمية النجاح أكاديمية النجاح وأشكر حضورك الكريم في هذه الليلة رمضانية قبل العيد وأن نتعرف عن مسارات العقل وأشكر وقتك الثمين في البودكاست البيداء الذي دائماً مطلعين عليه الشباب ولكن دكتور أريد اليوم أن ننقل اهتمامنا أن السوشال ميديا والشعر قد يكون له جزء من الحياة ولكن لابد أن نوجه له مسارات للعقل حياك الله دكتورنا حياك الله هذا الذي ذكرته والشعر والحكايات والسوشال ميديا والفن كل هذه مسارات كلها اختيارات الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة وعنده قابلية أن يتشكل وأن يكتسب المسارات التي يتعلمها المدرسة تعلموا الوسرة تعلموا التجارب الحياة تعلموا ثقافة المجتمع تعلموا فتخلق لديه أسلوباً في التفكير وهذا التفكير يقوده إلى السلوك وهذا السلوك هو الذي يحكم حياته سواءً أن الحياة تكون ناجحة أو تكون حياة فاشلة تكون حياة سعيدة أو حياة عيسى كل إنسان يعاني في الحياة هو بسبب مسار تبكيري بسبب مسار العقل وفي أحيان كثيرة الإنسان لا يدرك خطورة هذا النظام التبكير في حياته لا يدرك الأسلوب الذي يفكره لا يدرك تأثيره في حياته مثل الشخص الذي يجد نفسه دائماً يعني مش راضي عن حياته سواء مهنياً أو أسرياً أو مالياً أو شخصياً ولكنه ما عنده الوعي يجلس لماذا أنا في هذه الحالة؟ لماذا أنا في هذا المسار؟ فهذه الدورة تريد أن تساعد الناس من خلال قياس يعني مسارات العقل يعني سنقدم لهم مجموعة من الأسئلة تقييس لديه حتى يتعرفوا على مساره العقلي هل هو تقصمتنا هذا المسارات إلى أربعة؟ وممكن تتقسم إلى أكثر لكن أنا كتبيت بأربعة مسارات استنبطتها من مجتمعنا العماني ومن المجتمع العربي يعني خصوصاً أنا زمان قرأت كتاب جميلة كتاب جميل لمحمد الفلسوف المغربي محمد عبد الجابري له كتاب جداً رائع اسمه بنية العقل العربي وأذكر في مرحلة مبكرة من حياتي لكن كان الكتاب عميق جداً أدركت مفاهيم ومعاني هذا الكتاب متأخراً هذا الكتاب في الفلسفة ليس في علم النفس ولا في التنمية البشرية لكن الآن لما أنا أرجع بعقلي إلى لماذا نحن نعيش في هذا الواقع الذي يعيشه المواطن العربي لماذا نحن في هذا الوطن وفي أثناء نعيش في هذا الواقع لماذا نحن ننتقد كثيراً لماذا نحن نبحث عن كبش فداء لماذا نحن نلاحظ العيوب وننتقد كثيراً ولا نعمل بينما أنا كنت في الصين مثلاً في أحد السفراتي كنت في الصين الساعة العاشرة الناس كله من أيمين الساعة السادسة صباحا المجتمع كله تقول العالم كله في الشارع ولكن لا تجد ناس يتحدثون ولا تستمع أحد يتجادل مع أحد الكل يتجه كل واحد يتجه إلى العمل الذي يعرفه تماما ويطقنه تماما ويبدع فيه تماما وتكرر معي هذه التجربة في الهند وتكررت معي أيضا في أمريكا لما زورتها وتكررت معي في بريطانيا فإذا هذه المجتمعات تجد الإنسان عارف إلى أين يتجه إلى حد كبير يعني هو واعي وبصير بمصار عقله لكن في أحيان كثيرة نحن كلنا نقاط في أحيان كثيرة نحن ننتقد نحن نتحدث في السياسة نتحدث في الأدب نتحدث في كل شيء نتحدث في التاريخ نتحدث في العلوم نتحدث في الإفتاء والدين فنحن عندما نتحدث في هذه المجالات يعني معناته نحن يقلب علينا ما أنا أطلقت عليها الطابع الجدلي أو الصفصطي فهذا الطابع الجدلي أو الصفصطي نجد كثير من الناس ضحايا لهذا الأسلوب ولا يمكن هو يتقدم لماذا؟ لأنه هو يعني في حلقة حالة زونية يعني ينتقد ويلاحظ ويعيد نفس الألفاظ ونفس الأفكار ويعيد نفس العادات يوميا ويكرر نفس الفعل وبالتالي كيف سيتتغير حياته؟ لن تتغير حياته إلى الأفضل لن يكون أيضا إسامه في المجتمع يعني إساما ناجحا نعم يعني دكتورنا عشان نبسط للمشاهد دلالة أهمية معرفة المسارات لماذا؟ ما هي أهمية أن نعرف هذه المسارات؟ وأيضا حسب ما فهمت من كلامك أنت في مسارات الآن أنت يعني جديدة قد قدمتها للآن لعلم التنمية وهذا مسارات يعني ربما تقول حصرية لك أنت كشخص فريد أن تعرف عليها بعمق أول شيء الفائدة التي سيجنيها الإنسان عندما يتعرف على مساره العقلي سيصبح واعيا بذاته يمين يعني لما يصبح الإنسان مدركا وواعيا بذاته سيعرف رسالته في الحياة سيعرف أهدافه سيكتشف إمكانياته سيكتشف طاقاته سيقدر قيمة وقته سيقدر نفسه سيثق بنفسه سيعرف دوره سيبتعد عن الجدل لن ينشقل بأشياء لا تعنيه سيكون إنسانا منتجا وإنسانا مبتكرا ومبدعا لما يصبح واعيا بذاته أهم شيء عند يجب أن يحرص عليه كل إنسان أن يعرف من أنا وماذا أريد وما هي أهدافي وما هي رسالتي في الحياة وما هي إمكانياتي ما هي طاقاتي ما هي نقاط قوتي وما هي نقاط ضعفي وما هي تحديات التي تقابلني ما الذي يمكنني أن أفعله واتقنه إلى أين أنا أتجه ماذا أريد أن أحقق هذه الأسئلة عندما الإنسان يدرك الإجابات عليها سيصبح إنسانا بصيرا إنسانا مدركا ومستوعبا لنفسه ومستوعبا لدوره في الحياة وسيكون سعيدا به ولن تواجهه مشاكل كثيرة ولن يلتمس الحلول لدى الآخرين ما يجيك آخر الشهر يستلف منك أو يقتلط منك ما يجيك يتسول ما بيحمل مشاكله الدولة ولن يحملها المجتمع سيكون مسؤولا عن إخفاقاتي إذا كان مخفقة سيكون مسؤولا عن نجاحاتي إذا كان ناجحا وسيقدم للمجتمع الكثير من الأشياء المفيدة من السهل أني أنتقد فأنا أريد من هذه الدور أن أتجاوز المسار الجدلي السبسطائي لأن هناك مسار آخر وهو مسار التحليل المنطقي العميق هناك أشخاص مثقفون يعني رائعون جدا يحملون درجات علمية ويحللون تحليلا جميلا يستخدمون الإحصاء ويستخدمون الأرقام ويستخدمون المنطق ويصلون إلى نتائج لكن لا ينبني عليها عمل هؤلاء يعني الفكرة الناعم الذي يريد أن يظهر يعني عيوب المؤسسات وعيوب الناس وعيوب الدولة لكنه لا يقدم حلا لا يقدم يعني حلولا إبداعية إبتكارية هذا النمط أعطيك مثال شخص من هذا الصنف عنده الدكتوراه ويعني يحسبه الناس مثقف مثقفا يعني عميقا ويعرف بتحليلاته وبمنطقه الجميل وبسلاسة لغته وبألفاطه المرتبة ودائما ينتقد كان يعمل في إحدى المؤسسات وبعدين المدير العام يأس من انتقاداته أو تعب من انتقاداته فعرض على أحد أصدقائه قال يا أخي ماذا أفعل مع فلان قال هو أعطيه لقب مدير عينه مديرا خلينا نشوف أفكاره خليها يضعها في الفعل بدل ما يطرح في المكاتب ولد الموظفين وينتقد فاستدعوه إلى مكتب هذا المدير وقال له يعني المدير العام أختارك أن تكون مديرا لدائرة معينة في المديرية وهذه الدائرة مهمة جدا ونحن نتمسيك القدرة والكفاءة ونريد كفاءتك وقدرتك أن تتبلور وتتجسد من خلال هذه الوظيفة طبعا لم يقفل لأنه يضعوه في المحك يضعوه في المحك الذي من خلاله سيختبر هل عنده ما يعطيه أم عنده فقط التحليل والاستنباط والنقد وإلى آخره فهذا الصنف من الناس أيضا موجود الصنف الآخر في الصنف عنده تفكير إبداعي مبدع لكنه لا يعرف أن يضع هذه الأفكار الإبداعية في مسار التنفيذ والإنتاج ومن هنا فنحن بحاجة إلى الصنف الرابع الذي هو المبتكر أو المبدع المنتج المبدع المنتج الذي يفكر بطريقة إبداعية ويحول الفكرة إلى منتج إبداعي يمكن تجسيده يعني مش مشكلة يقلط ويجرب ويخطئ ولكن في الأخير سيصل إلى منتج مفيد هذا الصنف من الناس هم المنتجون هم الذين يحتاج إليهم المجتمع لكل الناس يفكرون بهذه الطريقة ويسلكون هذا المسار لن تجد عاطلا عن العمل في بلدنا بلد بفضل الله تعالى فيه خيرات كثيرة فيه موارد وفيه مصادر كل إنسان ستجد مبدعا سيجد نفسه منتجا وأنا دائما استحطاني قصة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حول مسار أحد الصحابة جاءه صحابي يطلب صدقة وقال له الرسول أعطيني من مال الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ الرسول يريد أن يغير مصار تفكيرك قال والله ليس في بيتي شيء إلا قربة نستقي بها أو نشرب بها قال أحضرها لي فأحضرها الرجل فعملها الرسول صلى الله عليه وسلم زادا عالنيا وباعها بالدرهمين أو بالدنارين وقال اذهب فاحتطب فاشترى حمارا تكرم واحتطب الرجل وباع واشترى وتحصنت أحواله وأصبح يلبس جديدا وتغير المصار تفكيره من المصار العاجز الذي يجادل والذي يتصول إلى المصار المبدع المنتج إذن دكتور المصارات لهذه الدورة نعم تحديدا ما هي البداية عشان تغير المصارات يعني هل تحللهم تقلس معهم تعرف مساراتهم الواقعية ثم ذلك هناك اختبارات يعني مقاييس يعني بداية الدورة بداية الدورة سيجلس المشاركون لاختبارات أربع اختبارات تظهر هذه الاختبارات مصارك العقلي إذا كنت أنت جدلي صفصطاي أو كنت تحليليا منطقيا أو كنت مفكرا إبداعيا أو كنت مفكرا إبداعيا منتجا المفكر الإبداعي المنتج هو الذي يصنع المصير نحن نريد الشخصية التي تصنع المصير التي تصنع النتائج يعني نريد أن ندرب المشاركين حتى يصبحوا يعني قادرين أن يفكروا بطريقة إبداعية ليس بضرورة أن يخترعوا السفن الفضاء ويخترعوا ذرة لا في حياة العامة يعني أعطيك مثال لحد الأخوة يخبرني يعني يقول في سنة من السنوات في يوم الأيام ما كان عندهم سمك في البيت قال رحت الماركيت في الحافة قال ما عندي بيسة في جيبي وأريد ما قيمة ريالين سمك عشان أولادي يقول وانا ما عندي لفلوس ولا عندي شيء واستحيت أسأل الناس قل فذهبتي للماركيت قال فلمعت في ذهني فكرة شفت واحد بيبيع عربة من السمك عربة عربانة متروس السمك قال كم بتبيع العربانة قال له تسعة ريالات قال خلاص اشتريت انتظرين هنا بأجيب لك فلوسك قال أخذت العربانة هي والسمك واختبيت شوي بيعت العربانة واخدت حاجتي من السمك واخدت ريالين حطيتهم في جيبي جبت له تسعة ريالات يعني هذا موقف بسيط يعني يظهر إلى أي دارة هذا الشخص كان يفكر بطريقة يعني غير مألوفة بطريقة إبداعية وكيف حول الفكرة فورا إلى يعني تفكير منتج إلى فكرة منتجة والاختبارات الاستبيان عبارة عن استبيانات بعض الاستبيانات وبعض القصص يعني أعطيك قصص قصة شخص وتعطي تحليل هو يستنبط نفسه أين يجد نفسه هو أنا أريد هو يكتشف نفسه إلكترونيا دكتور ولا كتابيا مباشرة من شخص لا كتابة يعني هي كتابة وفي تحليل لها الأوراق طبعا في تحليل لها وممكن يعني التطبيق هذا ممكن يكوني أيضا محوصة يعني هو يجاوب عليه ويطبع له النتيجة ما حال يشوفه إلا هو المشارك ولأنه في مفتاح إجابات مثلا أنت إذا عجبت على هذه الأسئلة معنات أنت يغلب عليك المسار طبعا هذه المسارات كنا نشترك فيها ليست منفصلة فقط أنا صنفت للتبسيط كان متداخلة كلنا عندنا بشكل أو بآخر نفس الأفكار لكن هناك من يغلب عليه تفكير الجدلي وهناك من يغلب عليه تفكير المنطق التحليلي وهناك من يغلب عليه تفكير الإبداعي وهناك من يغلب عليه تفكير الإبداعي المنتج أو الإنتاجي فنحن كلنا عندنا هذه وهي هذه التصنيفات يعني ليست اختبار الذكاء يعني لا تقيس القدرة الكمية للعقل أو القدرة التحصيلية أو الكفاهة التحصيلية كما تقيس اختبارات الذكاء لا هي أقرب ما تكون تقيس اتجاه أو أسلوب تفكير لدى الشخص هذا أول يوم هذا يوم أول يوم هو سيجلس لهذه الاختبارات تحليل اختبارات و بعد ذلك تصنف في نفس اليوم أيوه لأن الدورة فيها عبارة عن 12 ساعة 12 ساعة تدريبية كل يوم أربع ساعات الأربع ساعات الأولانية كلها تحليل للشخص لا مش كلها بدأ هي الصاعة الأولية يمكن أن نص ساعة الناس سيجاوبوا على الاختبارات ثم بعد ذلك وأدرك نفسه يعني هو الآن وضع نفسه في أي خانة من خانات مسارات العقل الأربعة وبعد ذلك سيراجع نفسه هو سيعمل تأمل نحن عندنا أيضا أسلوب التأمل من أجل أن أعرف كيف أغير نفسي أنا إن المرء لا يرى عيوب نفسه يحتاج أنه أنا أجلس مع نفسي وأتأمل وأراجع حياتي وأراجع أفعالي ونتائج النتائج التي حققتها في الحياة الإنجازات التي حققتها ماذا حققت في حياتي أنا على الصعيد الشخصي على الصعيد الأسري على الصعيد المهني على الصعيد يعني الاجتماعي ماذا حققت؟ هل قادر أنت ترى وتلاحظ إنجازاتك بشكل كمي بشكل ملموس يعني واحد يتقدم به العمر وإذا نفسه في تقاعد من العمل تقاعد وهو مديون وهو مكبل بمشاكل كثيرة وهو لا يعرف ماذا يفعل تحلوا هذا القضايا دكتور؟ وهو الآن إذا أدرك نفسه متقاعد مثلا على يعني يعرف نفسه على أي مسار أنا أسلك لماذا وصلت لهذا النفق المسدود في حياتي؟ وهل من هذا النفق مخرج؟ أم إني أستسلمي التقدم في العمر والشيخوخة وأنتهي؟ أم إني أنا أستطيع أن أحدث التغيير في حياتي حتى لو عمري ستين سنة حتى لو عمري سبعين سنة لأن الإنسان يحدث التغيير يعني من المهدي إلى الأحد يتعلم أقر الدكتور بهذا التغيير هو أقر شخصيا ماذا يفعل؟ نعم نبدأ ندربه تقنيات واستخدم هذه التقنيات هل ينجح دكتور؟ يواضب عليها إذا ما نجح يغير إذا ما نجح في هذه التقنيات يغيرها مثلا إيش تقنيات؟ أعطينا بعض التقنيات أول شيء التقنيات أن يكون وعيا بنفسه يوميا يجلس وعيا بنفسه يراجع أفعاله وأفكاره يعني أنت هل أنت في كم نسبة وعيك بما تفعل في اليوم الواحد؟ يعني كم نسبة وعيك بأقوالك وبأفكارك وبأفعالك خلال يومك كثير من الناس ما يعرف تسعين بالمئة من تصرفاتنا ومن أقوالنا من أفكارنا تكون سلبية ونحن لا نعيها لماذا؟ لأنه ما عندنا استحضار التركيز في الوقت الراهن في حياتي ولها بروتكول معين الدكتور؟ أيوة أنت الآن لما أنا أركز في حياتي الآن أركزي لا مثل أنا استيقظ الصباح هل صليت الفجر؟ صليت الفجر هل دعوت الله أن يفتح لي أبواب الخير؟ هل عملت النفسي نية؟ أني أنا اليوم سأنجز هذه الأهداف؟ هل نويتني أنه اللهم معني على إنجاز كذا وكذا وستجلت أهدافي؟ هل عندي طموح لهذا اليوم وريد أن أحققه؟ هل هناك أفعال إذا فعلتها ممكن تختلف نتائج في أعمالي عن الأمس؟ لو عملت ما عملته بالأمس وقبل أمس وقبل قبل أمس هل سأحصل على نفس النتائج؟ في مجالات حياتي المختلفة؟ المجالات المهنية، المجالات المالية، المجالات الشخصية الصحية؟ ما هو الشيء الذي أحدثه؟ ما هو التغيير الذي أحدثته في حياتي؟ هل أحدثت تغييراً مفيداً في حياتي؟ هل ممارساتي اليومية صحية؟ هل أكل الصحي؟ هل أواضب على الصلاة في جماعة؟ هل أقرأ الأذكار؟ هل يورد من القرآن الكريم؟ هل أجالس الناس الطموحين والناس اللي ممكن يساعدون على النجاح؟ هل أفعالي أكثر من أقوالي وأكثر من انتقاداتي؟ يعني هو أن نضع له ويضع نفسه هذا البرنامج وسأل نفسه أسئلة إيجابية حتى ماذا؟ حتى يصبح مركزاً في الحاضر، ليس مركزاً في مصارات الماضية التي هو تعبد عليها، لماذا؟ المصارات أصلاً عادات عقلية، النجاح عادة عقلية، والفشل عادة عقلية، فأنت إذا كررت هذه العادات، يمكنك أن تحصل إذا كانت العادات التي أنت تمارسها يومياً، يعني تقودك إلى النتائج ناجحة، فأنت معناته تمارس عادات سليمة، لكن إذا كنت أنت كل يوم تمارس نفس الفعل، وتحصل على نفس النتائج، والنتائج هذه أنت لا تريدها، هي لا ترضيك، لا تحقق طموحك، معناته أنت ينطبق عليك التعريف الصيني للجنون، الصينيون يعرفون الإنسان المجنون، الذي يعمل نفس الأفعال يومياً، ويتوقع نتائج مختلفة، أكيد، دكتور، هل البرادايم أيضاً لها؟ البرادايم خطير، هل لها أيضاً؟ طبعاً، البرادايم هو الذي يحكم هذه المسارات، وتعرف الأناليديك توضح البرادايم؟ البرادايم هو إطار للإدراك، هذا المفهوم موخد من الهندسة، وهو يمثل النموذج، وهذا البرادايم، عندما يحكم تفكيرنا، كل واحد مننا عنده برادايم، البرادايم قد يكون إيجابي، وقد يكون سلبي، ما هو البرادايم؟ هو مفهوم عقلي، يتضمن مجموعة من الأفكار والمعتقدات، التي تجبر الشخص على ممارسة سلوك معين، قد يكون هذا السلوك إيجابي، وقد يكون هذا السلوك سلبي، فالبرادايم يتحكم بنا بطريقة لا واعية، فيحكم تصرفاتنا، يحكم عاداتنا، فمثلاً أعطيك مثال، أنت شخص في تاريخ خمسة عشر شهر، ما عنده فلوس في جيبه، البرادايم هو الذي يقود إلى هذه النتيجة، عنده مئة ريال دخل السوبر ماركت، بدون ما يكون محتاج إلى شيء، يشتري بالمئة ريال، ما يدري ما الذي دفعه، ما القوة التي أجبرته أن يقوم بهذه المشتريات التي لا يحتاجها، لماذا؟ لأنه لازم في الخمسة عشر من الشهر يكون فغير، يكون مفلس، ما عنده شيء في جيبه، برادايم هكذا، في المقابل هناك أشخاص ناجحون، وما يرتاح إلا إذا أودع في حساب الإدخار مبلغ من المال، برادايم، فهذا البرادايم، يعني السلوك إجباري، نمارسه بدون ما ندرك ولا نشعر أحيانا، طيب كيف نغير البرادايم؟ كيف يسيطر عليها، وكيف تغيرها؟ الوعي، أن نكون وعي بنفسي، الاعتراف، أنك تعترف، أعترف بنفسه، أعترفت أنك عندك خطأ، ما الذي يقودني إلى ممارسة هذا الخطأ؟ يعني الشخص كيف أنتقل من شخص متشام إلى شخص متفهر، من شخص لا يخطط إلى شخص يخطط لحياتي، هذا كل يحتاج تدريب، على الأقل واحد وعشرين يوم، لابد أن تمارس هذا السلوك الجديد، حتى يصبح برادايم في عقلك، في برادايم جديد إيجابي في الشخصية، لازم واحد وعشرين يوم دكتور؟ على الأقل، وهذه قضية علمية؟ خبراء البرمجة العقلية، يقولون أنك أنت تحتاج من 14 يوم إلى 21 يوم، من أجل أن تكتسب معتقداً جديداً، أو تكتسب تفكيراً جديداً، أو عادات جديدة، أو عادات جديدة، إذن دكتور، يعني الاعتراف، نعم، هو أول خطوة، بعد الاعتراف؟ الوعي، أن أكون وعياً بنفسي، ثانياً أو ثالثاً؟ أنا أعرف ماذا أريد، وأنا أضعه في الفعل، خلال واحدة شينيوم؟ خلال واحدة شينيوم، من الآن، يعني أنت شوف أي شخص تغير، قلوا كيف تغيرت من شخص لا يمارس الرياضة، إلى شخص يمارس الرياضة، جميل، يعني هو يقول أنا اقتنعت، صار عنده اتجاه هجابي، راجعني في تفكيره، قال أنا اقتنعت أن الرياضة مفيدة، وأنه إذا لم أمارس الرياضة، ستهجم عليه كثير من الأمراض، إذا أنه اقتنع، صار عنده اتجاه، هذا الاتجاه دفعه إلى الشعور، صار عنده شعور بأنه لابد أن يحدث تغيير، وهذا الشعور دفعه إلى الفعل، وبعدين لما يمارس الفعل هذا في البداية، سيكون شاق الفعل هذا، لأنه يقير عادات، منعوا عن الذهاب مع أصحابه، منعوا عن السهرة، منعوا عن أكل الحلويات مثلاً، منعوا عن أكلات معينة، يعني ألزموا بنمط معين، في البداية شاق، لكن بعد ذلك سيصبح مستساقاً، عادة صار، ثم سيصبح عادة جميلة، يمارسها بلده، و باستمتاعها، طيب، نريد أن نرجع إلى عملية المسارات، و أنا فيها نكهة محلية، وهي نكهة من أدواتك، أنت قلت لحظت خلال المحاب في الظفار، أو من قلساتك، أنه فيه مسارات عقلية موجودة، من خلال احتكاكك بالآخرين في عمان، أو خاصة في الظفار، أذهب الآن إلى أي مطعم من المطعم، الآن أذهب إلى أي مطعم، شوف عداد الناس اللي في المطعم، عدادهم الكثيرة، يعني جالسين كده في الجربيب، جالسين جلسة، كله جدل، كله يعني السفسطة، كله انتقادات، ثم سيقلق المطعم، وهم لازالوا موجودين هناك، ثم سيذهبون، وهم محبطون، وهم يعني يائسون، وهم يعني في حالة مرهقة، حالة نفسية مجهدة، من الأقبر هناك، هذا الشعور؟ لأنه أصوح عدمنا هذا الجلسات، تفريغي يقول أنا بفره، هذا في علم نفسي يسمى الإسقاط، يعني هناك آليات يسمونها، هذا موضوع يعني ربما يكون معاقد، يسموها آليات الدفاع النفسي، من كنزمات دفاعية نفسية لا يشعر بها الفرد، لا يعيها، منها الإسقاط، منها التبرير، منها التبرير، منها الإنكار، يعني هي كثيرة، والناس لا يعرفونها، لا يدركونها، أنا لا أريد أن أشعر أمامك، أريد أن أظهر بطل، فأستخدم أحيانا التبرير، لو أريد أن أشعر أن أظهر لك أني أنا شخص عاجز، لو أريد أن أظهر أمامك أني أنا فاقد الحيلة، وبالتالي ممكن أن أمارس هنا، سلوكاً متناقضاً مع طبيعتي أو مع أعماقي، لماذا؟ حتى أظهر أمامك ألبس لك قناع جميل، وهذا الأقنعة التي يلبسها الشخص، تتعبه، ترهقه، وتستنزب طاقته، يعني وتخليه ما يعترف بالأخطاء التي ينبغي أن يتحرر منها، أنت لما تذهب إلى هذا المطاعم، سترى عداد كبيرة من الناس، لكن نذهب مثلاً إلى محاضرة، أو إلى ندوة، أو إلى مكان مركز، يعني من المراكز التي تتيح للإنسان أن يبتكر، أو أن يبدأ، أو أن يتعلم شيئاً جديداً، أو أن يصبح منتجاً، سيقل الناس الحضور هناك، الكل يريد أن ينتقد، يعني كثير من الناس يتحولون إلى محللين سياسيين، وإلى مجادلين، لكن هذا الفعل لا يقود إلى نتائج جيدة، ويقول الآن الدكتور الذي يسمعنا، وليسمعنا الآن، يقول أن تتكلموا في أشياء ما لا يدخل فيها، لا يستوعبها، لا يعيها، كيف نحكم عليها؟ لا، نحن لا نحكم، نحن نصف، نحن نصف ما يحدث دون أن نصدر الحكم، أنا وأنت الآن لسنا قضاء، حتى نصدر أحكام على الناس، لكن أنت سألتني هذه المسارات، كيف نتعرف عليها، كيف نعرف الناس بها؟ من خلال مطاعم، جلساتهم، من خلال مطاعم، من خلال نمط الاستهلاك، من خلال الجلسات، من خلال ماذا يفعل في اليوم، هل يقرأ، هل يكتسم مهارة جديدة، هل عنده أهداف، هل عنده مشاريع، هل هو منتج؟ هذا عملية متداخلة يا دكتور سالم، نعم، لو كل الناس تركوا الوظائف مثلا للآن، لن يكون عندهم وارد، لأن أغلب الناس اليوم، معتمدين على الوظيفة النمطية، وهذه الوظيفة في أحيان كثيرة، ليست إنتاجية، يعني أنت تعرف كثير من المؤسسات فيها موظفون، لكنهم لا يمارسون أدوار إنتاجية، ليست لهم، لا، ما عندهم إنتاج، لكن يأخذون الراتب آخر الشهر، لهذا الشهر، الراتب هذا توقف، حياته ستتوقف، لأنه ما عنده تفكير بديل، لكن له يفكر بطريقة إبداعية، يعني ممكن، ليس بضرورة كل الناس يكونوا عدس، ليس بضرورة أن يكونوا مبتكرين، أو يكونوا بيل جيتس، لكن أنا ذكرت لك، يعني نمط المبدع البسيط، يعني الشخص الذي يفكر، ثم يحول الفكرة إلى فعل، من أجل أن يحسن حياته، نعم، إذن دكتور، عشان نخرج من هذه، ما هي المقتنيات التي يكون عنده، أو التقنيات؟ أولاً شيء، يعني هذا تبدأ من البداية، منفروض المؤسسات التعليمية، يعني تستوعب مسارات تفكير الناس، وتعيد تشكيلها، نجع المؤسسات، يعني خاصاً من الإبتدائية، المنهج، ماذا يقدم المنهج للأطفال؟ البيت ماذا يقدم؟ هل يربي الإنسان أن يكون مبدعاً ومعتمداً على نفسه، ومسؤولاً عن ذاته، ويفكر بطريقها، يعني يحول أفكاره إلى منتجات؟ أم يربوني شخصاً مجادلاً، وشخصاً اتكالياً، وشخصاً يقتر الأفكار التي وجد عليها أسرته وأباه وأقداده؟ يعني هذا ينبغي أن نوقف معها، نحلل هل مناهجنا تربي الشخصية التي نريدها؟ هل مؤسسات التعليم تقدم للإنسان مهارات؟ أم تقدم لهم عارف واختبارات؟ التعليم الجامعي مثلاً، لماذا الباحثون عن العمل يحملون على الشهادات العلمية في الكمبيوتر، وفي البزنس، في إدارة الأعمال، وفي كل المجالات؟ ولكن يجلس ينتظر الوظيفة، إذن أنا لم أعلمه مساراً عقلياً، إفداعياً وإنتاجياً، أنا علمته كلام نظري، ما دربته لكي يصبح منتجاً، حفظ، حفظ، وبالتالي، أنا أذكر أحد الشباب تقدم الوظيفة عندما كنت في جامعة ظفار، كانت وظيفة مسؤول إعلامي في الجامعة، وكنت أنا في لجنة المقابلات، وبعدين كل الأخوة سألوه المسؤولين عن، قال أنا خريج جامعة السلطان، خريج جيش؟ قال إعلام، وما أحد منهم تطرق متى تخرجت وماذا تفعل الآن؟ فعندما جاني الدور، قلت له متى تخرجت؟ قال من سنتين، قلت له ماذا تفعل؟ قال لا شيء ينتظر الوظيفة، قلت له أنت ما تصلح، خلاص أنت رصبت في المقابلة، أصلاً الصحفي الناجح، ما ينتظر الوظيفة، الصحفي الناجح يصنع الأحداث، يصنع المواقف، يعمل هليل، يعمل مشاكل، من أجل أنه إيش؟ لأنه يبحث عن البعلومة، ويحاول أن ينشرها، ويحاول أن يتعامل مع تفكير الناس، فأي خريج يجلس سنتين في البيت، أنا أعتبره في أي شيء، المفروض تصحى منه الشهادة، معاناة ما تعلم شيء، كلام خطير دكتور، والله أنا أقول به، أنا مسؤول عن كلامي أمام الله، كلام قوي أيضاً، أي خريج جامعة، في أي تخصص، يجلس في بيته السنة كاملة، بدون أن يفعل شيء، يجب أن تصحى منه الشهادة، حتى المسارات هذه ما تحل له بعض الأشياء؟ هو ما أخذ بهذه المسارات، هو أصلاً يفكر معتمد على هذه الكورتونة التي معاه، وينتظر الوظيفة أن تطرق بيته، يعني باب داري، لا، المفروض أن تتشتغل، المفروض أن تتبادر، أن تفكر، والآن الدولة هي مؤسسات متاحة، عندك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عندك مركز الشباب، عندك مراكز الإختراعات والإبتكارات، كل هذه المؤسسات، أنا أعرف أنها تقدم دعماً للشباب، لماذا أنت لا تتحرك؟ لماذا تنتظر الوظيفة؟ يعني تصل لعمر الأربعين، وأنت تنتظر التعيين في الوظيفة، معنى أنت لا تحسن التفكير، وهذا يعتمد إذن، إذن المسارات العقل عنده، ليست المسارات موجهة للتفكير الإبداعي المنتج، يعني الدكتور الآن تبرى للمسؤوليين، أنا لو بر إلى أحد، أنا لو بر إلى أحد، لكن أقول لأي خريج يجلس في بيته سنة، دون أن يقوم بشيء، مهارة معينة، دون أن يقوم بأي شيء، معناته الشادته ليس لها قيمة، يعني الإنسان الأمي أفضل منه، أعطيك مثال، شخص أمي يبيع الحطب في طريق ألسان، سألته أنا عملت معه مقابلة، وكتبت عنه مقال في رحال، قلت أنت ماذا تبع لنا؟ قال أنا أكسب خمسمائة ريال شهرية، ساعتين يجيب حطب في سيارة البيك أب، ويحطه هناك ومعين عامل، أنا أجي عندي رحلة، وعند هذا أشتري حزم الحطب بريال، وفيه بريالين، وفيه بثلاثة ريال، قالوا بعدين فتحت المحل أيضاً لأصحاب الشباب اللي ما عندهم ترخيص، قال أنا عندي ترخيص من البيئة، يتيح لي أن أحتطب، وبعض الشباب اللي ما عندهم ترخيص، أنا أساعدهم وأبيع لهم، وأخذ منهم نسبة، أصبح كأنه عنده سوبر مارك يتحطبه هنا، نعم، واضح، ولكن ما عنده تعليم هذا، هذا أكثر إنتاجاً، وللشخص الذي يتباهى بالشهادته، ويتباهى بالشهادة، الشهادة لها الاحترام، ولها تقدير، لكن شهادة ماذا قدمت لك، مفروض تحدث تغييراً في التفكير، وتعطيك مهارات، مفروض شهادة أحدثت عندك تغييراً، ما صار تفكيركم، ما صار تفكيركم، ما صارك العقل، هناك خلل في عملية المؤسسات، ما أعطت تحديد المسارات هذا أولاً، قلت التربية والتعليم، هي لابد أن تحدد المسارات، وتحلل الشخص، التربية والتعليم، هل الأسرة أيضاً لها دول؟ الأسرة، المجتمع، المجتمع، المجتمع من يبجل؟ المجتمع يبجل الشخص المتعمم، الذي يقضو إلى الوظيفة، أم يبجل الشخص الذي يلبس ملابس عامل فني، ويحمل الأدوات على كتفه، ويقضو معتمداً على مهارته، ويحاول أن يخترع شيئاً، ويحسن في أسلوب حياته، ويكتسب كسباً حلالاً، من يبجل؟ لما يجوا الثنان، يتقدمان إلى عروسه، يعني هل ستأخذ الخريج، حتى بالرغم أنه ما عنده وظيفة، أم ستأخذ شخص فني ميكانيكي مثلاً، يعني ما عنده تعليم، لكن ينتج، ويجيب فلوس، أو شخص صياد، أو شخص مهني، مهني، ولكن يفكر بطريقة إبداعية وإنتاجية، في الأخير، يعني ياتي بالمال، هو قد لا يحسن الكلام، ولا الجدل، ولا التحليل، لكنه ينتج، المجتمع، لذلك هناك الكفاءة الإجتماعية، مقدمة على الكفاءة الإنتاجية، والكفاءة الإجتماعية لها صلة بالتفكير الجدل، الكفاءة الإجتماعية، الإجتماعية، تقدم قبل الإنتاجية؟ تقدم قبل الإنتاجية، هنا عندنا في مجتمعنا، وهي الأصل بروض العكس العكس بروض الإنتاجية تقدم قبل الكفاءة variables مفاظل بالعمل مفترض بالإنتاج أمانا مش بقبيلتك وولد فلان ولا بلبسك ولا أنك أنت تحسن التعمم ولا تحسن الاختيار الدجاج لا يعني المفترض بالإنتاج أنت ماذا أدخلت إلى يعني إلى بيتك من مال ماذا أدخلت إلى خزينة البلد ماذا أدخلت إلى إلى المجتمع هذا geschimodont دور آخر منظور آخر نظر الآن للشباب والزيجات لا ننساق الوضع للكفاءات الاجتماعية نذهب للكفاءة الانفاقية كميل الطرح كثير من البنات يريدون شاب خريج ويلبس كويس وصيم بالصرف النظر من يصرف عليه ممكن أمه تصرف عليه ممكن أبوه يصرف عليه ما يتحمل المسؤولية يعني فهذه هنا كلها مسارات العقل نعم فهو العملية الجدلية لكن أنا الرجل لا أحب التنظير فحاولت هذه المسارات إلى دورة تدريبية جميل من أجل أن بدل ما أنظر فيها أقول ضعها في محك العمل والفعل هل ستعمل هل ستفيد كم شخص دخل معك دكتور لسه أنا أول من دور هذه يعني تتوقع أن مسارات أنا أستهدف كثير يعني لأن أنا ستستمر هذه الدورة لهذه في مسارات أخرى قد قدمت أنا حسب علمي حمد الله يعني أنا كنت أقدم طبعا مسارات التنمية البشرية كثيرة دورات أنا من 2004 أقدم دورات كثيرة في فن علم وفن التفوق البشري تكنولوجيا النجاح يعني هذه السماء وكلها تعتمد قريبة من هذا الطرح ولكن هذا الطرح يعني قديد قصدك يعني مسارات العقلي قديد نعم نعم بنكهة محلية نكهة عملية ليست محلية عملية من خلال واقع العملية الموجود في المحلية وصوقا ننهى باختوارات محكمة يعني مقاييس محكمة حتى أنت تتعرف على نمط شخصيتك هل أنت مسارك مسار جدلي صفصطي أم مسار جدلي تحليلي أم مسار تفكير إبداعي أم مسار تفكير إبداعي إنتاجي يعني هذه الأخير نأخذه هنأخذ منها كلها بالأخير الأخير هو الذي ينتج تغير ثلاثة مسارات لكن أنا سأسفيد أنا كشخص منتج لابد أيضا أن نسفيد من المسارات الأخرى بس بنسب يعني لما أتحلل أنا أعمالي هل يغلب عليه الطابع الجدلي الصفصطي أم الطابع الإنتاجي العملي فهنا أعمل موازنة يعني توازن يعني أيضا أنت تحتاج إلى تتفاصل مع الآخرين تحتاج إلى الفهم وتحليل ولكن مش إلى درجة أنك أنت تقضي كل وقتك في التحليل لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأ طوبة لمن ترك المرأة ولو كان محقا يعني وقل يعملوا يعني الدين أن يحطنا مش على الجدل والتغيير من الداخلي بل يحطنا على العمل والإنتاج إنه التغيير هنا المسارات العملية يعني التي يعني كان يمارس أجدادنا كانوا مزارعين كانوا رعاه كانوا في الصيل صيادين كانوا تجار كانوا عمليين وعندما سافروا إلى الخارج خارجوا لم يخرجوا مجادلين خارجوا منتجين نعم نعم أريد مسار دكتور مسار عملي سيء أو ذهني معين ونموذك ربما إيقابة أيضا تغير من خلال ربما قرعاتك للبرامج اللي قدمتها والدورات اللي قدمتها في قصة قريبة للمشاهد قربنا أكثر كيف تغيير المسارات العقلية كيف قاك كيف تحول وانتقل إلى مرحلة أخرى إذا تحضرك في قصة والله قصة كثيرة أنا عندي كتاب اسمه اجعل الظروف تعمل لصالحك اجعل الظروف اجعل الظروف تعمل لصالحك مثل الشخص الذي وجد نفسه وهو على مشارف الخمسين جاءه التقاعد الجباري التسعينيات شخص عارفه وكان مكبلا بالديون ونزل راتبه من الألف ريال إلى أربعمائة ريال تقاعد القديم لا يقطي قصة البنك ووجد نفسه بلا عمل ولا يحمل شهادات يحمل فقط هذه الوظيفة كانت وطيفة مدير وأولاده في الجامعات توقفوا عن دراستهم لأنه كانوا يعتمدون على الدفع الرسوم يعني هو كان يدفع الرسوم وصاحب واجبات اجتماعية وفجأة وجد نفسه بلا وظيفة وبلا بديل هذا الشخص كان بإمكانه أن يتحول إلى إنسان يعني يبكي أو إنسان يلعن الظروف ويشجب ويندد ويصبح طاهرة صوتية ولكن بدل من ذلك تحول إلى ماذا يمكنني أن أفعل وتحول إلى شخص عقاري كانت عنده أرض في السعادة أذكر وهذه الأرض لم تكن السعادة التجارية يعني قد أصبحت ماهولة كما هي الآن كانت لازالت أراضي فضاء ولكن عمل مخططاً لتلك الأرض وكان هذه الأرض يقدمون قروض سياحية وبنى شقق فندقية ومعارض وأقترض مبلقاً وأستطاع أن يشيد تلك البناية وظل سنتين لا يستفيد منها شيء لأنه لم تكن المنطقة يعني قد اقتذبت محلات وما كان الناس يفضلون يسكن في السعادة خاصة في الشقق الفندقية كانت في التسعينيات كان الناس يتركزون في صلالة أو في السعادة الجنوبية ولكن الرجل صبر وتحمل ثم انتعشت فجأة وتحول شخص إلى شخص عقاري أصبح يمتلك بيوت وأصبح يمتلك يعني الحمد لله عنده مزرعة وعنده خير وابتسم له الحط مرة أخرى لماذا لأنه أحد التغيير في سلوب التعامل وفي طريقة تبكيري وفي المقابل هناك أشخاص آخرون يعني للأسف يعني منهم من النهار من يعني ظل يتسول ويطلب ويعتمد على الآخرين يعني قصص كثيرة نعم غير هذا الدورة الدكتور هل في كتب تنصحنا بقراءتها للمشاهد بعد الدورة هذه أو ربما لأنه أنا أتوقع لي بيجيك هو اللي يريد غير مساره الذي يأتي إلى دوراته هم الناجحون دائماً أقول هكذا هذا التعزيز لا 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 الذين يحضرون دوراته هم أساساً ناجحون يعني ليسوا من الناس المغفقين أو الناس الذين يعني عجزوا في الحياة ويبحثون عن حل الذي يأتي هو يبحث عن تطوير ذاته هو أساساً ناجح يجيك هو عنده مشروع يجيك هو خريج عنده وظيفه جيدة يجيك وهو طالب يامعي متميز فيأتونهم هم أساساً عندهم قابلية في حين المتلقي الدكتور المتلقي المشاهد الذي يسمعنا بهذا الأنفة لما يقول ما يأتي إلى الناجح أيها بالفعل كيف أيضاً نبسط له يعني هذه أنه نبسط له عملية الأنفة اللي عنده لأنه في أحيان كثيرة الإنسان الذي يعني يحتاج إلى مثل هذه الدورات هو لا يدرق قيمتها يعني هو ما يدرق قيمتها حتى لو وجد من يمول هذه الدورة ويعطي عنا الرسوم في أحيان كثيره لا يأتي إليها الذي يأتي إلى الشخص الذي يريد أن يطور نفسه لأنه يعيش حالة من التقدم في حياته الدراسية أو المهنية وبالتالي هو رأى ولاحظ ولمس وذاق طعم التغيير يعني لاحظ أنه أنا لما أحضر دورة مفيدة غيرت في طريقة تفكيري تغير أسلوب عملي تغير أسلوب اتصالي تغير أسلوب تفكيري وبالتالي أنا أصبحت شخصاً متغيراً وأحدثت نتائج فارقة نتائج ملموسة نحط يا دكتور نعم هكذا أنا بالحين بيراودني فكرة ليه ما يتبنون لمؤسسة الدولة تتبنى أكيد لا هذا الدورات في دورات يعني بدل ما ينو لا للدورات شوف تنمية تنمية البشرية في السلطنة يعني مزدهرة جداً لما تلاحظ أنت الدوائر التدريب يعني في الوزارات وفي الشركات وتصرف بصخاء على البرامجة التدريبية وخهد بنوعية بحياناً كثيرة هذا الانفاق على التدريب لا يكون مبنى على تحليل احتياجات التدريب ما هذه المشكلة؟ يعني يكون مدير التدريب عنده ميزانية يريد يتخلص منها ما يريد ياتي شهر 12 إلا وقد أظهر للشخص المسؤول فوقه أنه قد صرف ميزانية التدريب كلها طيب هل هذه البرامج التي أنت أنفقت عليها ميزانية التدريب هل هي تنطلق من احتياجات المستفيدين من هذه البرامج؟ بمعنى هناك فجوة فجوة بين احتياجات التدريب وبين مستوى الشخص نعم هل هذا التدريب هل يردم الفجوة بينما عليها الموظف الآن وحسب وما أريد أن يصل إليه في أحيان كثيرة لا يعني هنا أنا أذكر نفذ دورة في هذا الفندق وشارك فيها أكثر من 30 شخص بدون ذكر اسم الجهة يعني و ونفق عليها في الصخاء تلك الدورة لكن لما أنا أحلل فاقد التدريب أجده كبير عدم الحضور قصيك عدم الحضور عدم المشاركة عدم الاستفادة ففاقد التدريب كان كبير ما كان هناك عايد تدريبي يعني مثلاً محفز للدائرة أو للوزارة أنها تبعث الموظف مرة أخرى وهكذا هل دكتور أيضاً يقودنا لهذا السؤال هل في مقياس الفاقد لنتيجة الآن مثلاً على سبيل المثال مسارات العقل إذا بتعطيها هل أنت في متابعة حتى من قبل أنا مثلاً مؤسسة أنت بتتابع أنا من قبل أتابع نعم أنا أذكر عملت دورة لمنطقة الحرة في صلالة في 2017 جميل وعملت لها بحث شاركت قيمت لناتج التدريب من تلك الدورة وحولت إلى بحث يعني عرضت في ماليزيا يعني كان البحث عن الدور فعالية مدى فعالية برنامج تدريبي في التنمية البشرية في تعزيز الجودة الشخصية والمهنية لدى موظفية مثلاً شركة صلالة الحرة نعم في محافظة الطفاق وحللت النتائج إحصائياً طبعاً كان المسؤولة القائمة هناك في تلك الفترة كانوا شخص واعج جداً وكان يحسن اختيار من يحضرون تلك الدورة وأشعر ولاحظت أن الذين حضروا استفادوا وأظهرت النتائج فعلاً أنهم استفادوا مثل الشهر قبل شهرين نفس الشيء عملت دورة للمرشدين النفسيين في إمكانية التقنيات التعامل مع إدمان الطلاب على السوشيال ميديا على شبكات التواصل الاجتماعي ثم قسط الأثر كانت دورة تجريبية ووجدت بالفعل أنه في أثر لكن هذا الأثر طبعاً يحتاج مني أني أعمل تتبع يعني قياس تتبعي حتى هل استمر الأثر أم لم يستمر وهذا ممكن نعمله في المستقبل وأيضاً حديثة دوش يقول الدكتور ومسارات متعددة وطرح جميل أن الدورات ربما يقول كمؤسسة الآن كأكاديمية النقاع قائمة بدورها ولكن أيضاً مؤسسة الدولة في التربة والتعليم لها دور وأيضاً الأسرة لها دور وأيضاً نعم التحليل الحقيقي لإحتياجات التدريب مهم جداً مهم جداً لهذا الأمر فإن شاء الله أتمنى لك التوفيق الدكتور في هذه المسارات وأنه تنطلق إلى الأمام وأيضاً تتكاتف كل الأمر بس في حاجة واحدة الدكتور بما أنك أنت قد ما بيقيل الناجح الفاشل هذاك الجالس لا يوجد أحد فاشل الأفضل لا نقول فاشل الأفضل لا نقول فاشل لا هو أصلاً هو لا يوجد فاشل هو أصلاً أقرب يفاشله لا أو بعدم تغيير لا يغير نفسه أيها يعني إذا قدل أنا فكر فكر إما أنا أريد أكون طموح وناجح أو أني يعني خلاص استكنت لعملية الواقع وأنا فاشل هتوقع كيف نكذبه دكتور كيف نستدعيه هذا من الندوات أنا طبعاً أقدم ندوات مجانية يعني نقدمها في خدمة المجتمع أيضاً المؤسسات مثلاً لجنة البلدية لجنة التنمية الاجتماعية في الولايات جمعية المرأة لندية كل هذه يجب أن تقوم بدورها التوعوي يعني حتى تنتشل الشباب من حالة الخمول والكسل إلى حالة التفكير في التغيير هل أنا أحتاج إلى تغيير هل أنا أحتاج إلى إحداث نقلة في تفكيري وفي مهاراتي وفي اتجاهاتي كل هذا يحتاج إلى تضافر الجهود يعني لا يستطيع أحد مهما كانت إمكانياته يعني لا وزارة ولا أكاديمية ولا جامعة ولا مسؤول بجرة قلم أنه ينقل الناس إلى أشخاص وإلى مجتمع منتج المسألة تحتاج تحتاج تدرج وتحتاج نماء الكل يقوم بدوره الأسرة تقوم بدورها المدرسة تراجع منهجها وتراجع طريقة التدريس المدارس الجامعات يجب أن تضع مصاقات جديدة تساعد على التفكير وعلى اكتشاف الشاب للمسار العقلي الذي هو يفكر به يعني يجب أن يجب على كل جامعة تحدي الذي أمامها أنه لا يبقى خريج من خريجيها جالس في البيت ما عنده وظيفة ينبغي هو أن يخلق لنسي وظيفة لا يلي انتظر الوظيفة هذه كأنا أصبحت أصبحت لضمان اجتماعي الوظيفة في أحيان كثيرة يعني أصبح ضمان اجتماعي أنا مذذب أوظفك حتى لو لم تكن منتجة لا يعني أنا حتى بيزعلوا مني أنا أضم صوت إلى صوت من يقول أنه الدولة ليست مسؤولة عن التوظيف ولا الشركة مسؤولة عن التوظيف أنت مسؤولة عن حياتك أنت أيها الشاب أيها المواطن أنت مسؤولة عن حياتك أنت يجب أن تجيب فلوس للحكومة تجيب فلوس للمجتمع الدولة حتوفر لك الأمان حتوفر لك مؤسسات ستوفر لك الرخاء ستوفر لك هذا اللمن الذي بفضل الله تعالى نحن نعيش فيه ستوفر لك الدعم المادي والمعنوي يجب أنت أن تقوم بدورك ولا تنتظر الوظيفة الوظيفة إذا جاءت فبها ونعم ينبقي أيضا أن تكون أنت موظف نوعي ما تحتاج دكتورنا ما تحتاج أيضا مؤسسات الدولة تغير مساراتها العقلية أنها أيضا بدلا ما تكون أعمال من هي الدولة يا دكتور سال الدول هي أنا وأنت الدول هي المواطنة صناع القرار أيضا صناع القرار مش في برج عاجي هم مثلنا مثلنا نحن نفكر هم يفكرون مثلنا بمفروض يحولوا مؤسساتنا مؤسسات إنتاجية نعم لا مؤسسات إنتاجية نحن نشوف الآن نبدأ يا دكتور أيضا نضع بيئة أيضا خادمة للشباب والمواطن في بيئة والله في بيئة أنا أعرف أنه في مؤسسة هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنا أعرف غرفة التجارة والصناعة أنا أعرف مركز الشباب أنا أعرف بنك التنمية أنا أعرف مراكز مراكز الإبتكار في المنطقة الحرة في صلالة وفي مسقط مراكز الإبتكار في الجامعات وريادة الأعمال يعني والله هذه مؤسسات يعني تشجع الواحد أنه يشتغل ويقوم بدور لكن المسألة المسألة التضافرية وتكاتف وما أحد ينبغي أن يتخلى عن دوره لكن أنا أقول مرة أخرى أنا أهيب بالشباب أنه لا ينتظر الوظيفة يعني ينبغي الشاب حتى وهو يدرس ينبغي أن يصبح صاحب مهنة حتى وهو لا يدرس في المتوسطة وهو يدرس في الثانوية يجب أن يسكون صاحب وظيفة صاحب حرفة أنا أذكر نحن كنا نعمل ونحن في العداد في المرحلة العدادية الزمان واضح كنا نعمل وفي الصيف كنا نعمل في الشركات كان هذا النظام رائع هذه الأيام الـ NBQ هذا لا لا مجل قبل الـ NBQ كانت هذه الأيام الدولة عندها فلسفة رائعة جدا تشقل الطلاب في الصيف على اختلاف مراحلهم تتفق معي الآن دكتور يعني عندها فلسفة رائعة جدا إنها مثلا عندها مصنع الموز عندنا مصانع كانت تنتج والنارقيل بفروض يكون أيها فكانت تشقل الناس الأولاد اللي هما في العدادية كنا نعمل في الشركات يعني شوفنا نحن أذكر مجموعة طلاب انتقلنا من الصف السادس إلى المرحلة المتوسطة أو العدادية كنا نعمل في ميدان النصر شفت ميدان النصر نعم كنا يعني أنا أذكر كنا نقوم بتنطيف السياخ الحديدة التي تدخل في الخرسانة يعني وكنا نتعلم اللغة الإنجليزية ونخالط المهندسين وتتبلور في عقولنا أحلام للمستقبل من خلال هذا الاحتكاك وهذا التفاعل وكنا نكسب بعض المال أنا أذكر كنا نأخذ ثلاثي ريال في الشهر كانت مبلغ كبير ثلاثي يال ثمانينات هذه ثمانينات؟ لا هذا في السبعينيات سبعينيات أو آخر السبعينيات يعني نحن أنا هذا ثماني وسبعين سسعة وسبعين لما كنا في المرحلة العديدية أنا أنا جيل نعم فكانت هذه فكرة ممتازة الشركة آخر الشهر تدفع لك وكان يحاسبون على الحضور والغياب إذا قبت يخصم منك من ثلاثين ريال وإذا حضرت وحضرت ساعات إضافية تعطى يعني أجر إضافي أو الأوبر تايم نعم وهكذا كنا نعمل فهذا كان يخلق عندك تطلعات للمستقبل تتولر في عقلك المهنة التي يمكن أن تعمل فيها في المستقبل تكتشف إمكانياتك قدرتك على الاتصال التفاعل مع الآخرين أشياء جميلة جدا جميل جدا وأيضا دكتوري أيضا الكلام شيق وشايق جدا دايما ولكن أنا لاحظت الدكتور في مسارات العقل العقل هذا أن الدورات دايما في مسقط لا هي دورة هنا ما عطيت هنا شيء في ضفار لا أنا أعطي دورات في ضفار لا بس لقزل هذا البرنامج أنا أعطيها طبعا هي ضمنية حتى أنا أطرحها دايما من خلال في عندي إطارين لتفكير التفكير الإيجابي الذي يقود إلى النتائج والتفكير السلبي الذي يقود إلى الشعور بالمشكلة من خلال هذين الإطارين في التفكير يعني تتبلور مسارات العقل لاحظت أنت؟ نعم هناك ناس دايما يفكر بالمخرج وفي شخص دايما يفكر بالمشكلات بدون حلول بدون حلول هو يريد أن يحمل الآخرين المشكلة ماذا تتختم في هذه القلسة الدكتور رغم أنه فيه وعي من قبل الشباب لا بد أن يكون وعي والذي يريد يعني ينتقل إلى مرحلة أخرى لا بد أن يكون وعي ومدرك أهمية تغير حياته أنا أختم هذه الحلقة أن أدعو كل شاب أن يسأل نفسه أنا ماذا أريد في هذه الحياة إذا أعرف الإجابة ماذا يريد في هذه الحياة سوف يكتشف المسار الذي يوصله إلى تحقيق هذه الغاية وهذه النتيجة ويقدر يوجه نفسه الدكتور يقدر يتعلم بعد ذلك إذا أنا أعرف ماذا تريد أنت أردت أن تصبح أنا أذكر الدكتور سالم أنت علمت نفسك اللغة الإنجليزية وأنت الذي حصلت على الدكتورة بجهودك وعلى حسابك الشخصي لماذا؟ لأنك تعرف ماذا تريد أنت تعرف ماذا تريد وبالتالي سلكت هذا المسلك ووجهت عقلك واكتسبت هذه المهارات وحصلت على هذه المهارات لأنك تعرف إلى أين تتجه إن العالم يفسح طريقه للذين يعرفون إلى أين يتجهون فأنا أدعو كل شاب أن يسأل نفسه كل إنسان حتى لو كان عمره تسعين سنة ماذا أريد في هذه الحياة؟ أنا أريد في هذه الحياة إذا عشت أن نحقق أحلام وأهداف جميلة وإذا متت أريد أن أدخل الجنة عبارة معينة دكتور نختم فيها أريد أن عبارة معينة يعني نموذك أو عبارة فيها نوع من المثل والحكمة تريد أن تعطيها للشباب يعني نعم حقيقة العبرة التي دائما أنا أقول دائما أن أرددها مع كل إنسان وقابله لا يوجد فشل لا تقول أنا فشلت لا يوجد فشل إنما هناك نتائج وخبرات وتجارة لا يوجد فشل في الحياة أنت لم تحقق النجاح في الماضي لا يعني هذا نهاية العالم لا يعني هذا الطوفان أبدا ابدأ من جديد وعرف أن كل هذه التجارب التي خطتها إنما هي عبارة عن تجارب تعلمت منها وأخذت منها العبرة واستفدت منها من أجل أن تخطو خطوة جديدة نحو الأمام ألف ألف شكر دكتور في اللقاء هذا السريع عن الدورة لمسارات العقل وأيضا عن طرحك القوي وأيضا بصراحة يعني أيضا طرحك أيضا في نوع من الأمل والتفاول الآخر وأشكرك في البيداء بودكاست وبإذن الله لقاءة أخرى ونشوف المسارات العقلية لها تأثير أنت ومن أيضا يعني يسير في هذه المنهقية إن شاء الله شكرا 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 مشاهدين الكرام يقول لكم الدكتور أحمد المعشني ليس هناك فشل بل هناك تجارب ونتائج شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة